منذ إعلان منظمة الصحة العالمية انتشار متحور أميكرون لدى بعض الدول قامت مملكة البحرين بمواكبة هذا التطور من خلال عدة إجراءات لحماية المجتمع ما قامت به مملكة البحرين من إجراءات وتعدين لبروتوكول التطعيم وتحديث لقائمة الدول الحمراء يعد استجابة سريعة للمتحور الجديد منذ إعلان منظمة الصحة العالمية عن المتحور الجديد لفيروس كورونا لم يطرأ أي تغيير على مؤشر استقرار الحالات القائمة في المملكة كما أظهرت فحوصات الكشف عن الفيروس ثباتا في معدلات الإصابة دون 15% بالإضافة إلى عدم تسجيل أي وفيات أو حالات تتلقى العناية وهي مؤشرات توضح الجهود التي تقوم بها مملكة البحرين منذ بداية جائحة كورونا وإلى الآن في ضوء اكتشاف المتحور الجديد أوميكرون في عدد من دول العالم نؤكد أن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا وجميع الجهات المعنية تتابع باستمرار التطورات العالمية بشأن فيروس كورونا كوفيد 19 وجميع تحوراته كما نؤكد أن جميع الجهات المعنية وتنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء واللجنة التنسيقية لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات اللازمة على الصعيد المحلي لحماية ابناء الوضن والمقيمين بحسب مقتضيات هذه المرحلة ويواكب الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا آخر المستجدات المتعلقة بالفيروس محليا وعالميا حيث عقد الفريق الوطني الطبي مؤتمرا صحفيا قبل أيام للتأكيد على عدد من الإجراءات المهمة من حيث تفعيل قائمة الدول الحمراء لعدد من الدول وهي القائمة المرنة والمحدثة حسب المعطيات والتأكيد على الإجراءات وتحديث البروتوكولات للإسهام في حماية المواطنين والمقيمين من العودة إلى دائرة الخطر نحن منذ بدينا عملية أو برنامج الجرعات المنشطة اللي بحرين كانت سباقة بين دول العالم منذ شهر مايو 2021 تم تحليل جميع البيانات لأخذوا الجرعات المنشطة من جميع اللقاحات وعلى ضوء هذه البيانات تم خفض مدة الجرعة الإضافية الثالثة أو الجرعة المنشطة للحاصلين على التطعيمات التالية وهي كوفشيلد، سرزينيكا، سبوتنيك وفايزر ويبقى تأكيد الفريق الوطني الطبي على الاستمرار في كافة الإجراءات دليل على حرص الفريق على إنفاذ كل ما من شأنه إنجاح الجهود البحرينية في مواجهة الجائحة كما أنه إثبات على نجاعة كافة الإجراءات والبروتوكولات التي تم تطبيقها في مملكة البحرين